مدير الكرة بالنادي الأهلي ساعدت بشكل كبير مع تحضير الفن بيتسو موسماني ببرك لكم ببرك لكل العيبات كابتنسا الحمد لله طبعاً يمكن المباراة من المبارات التقيلة والمهمة جداً جداً في المشوار الحمد لله 40 لكن في النهاية انت قطعته نص المشوار لسه طبعاً انتكملته ما انتهتش يعني ويمكن ده اللي احنا اكدنا عليه واللي الراجل اكد عليه بعد المباراة المباشرة واللي اكد عليه كانت من قضيب دلوقتي حالان يعني يعني كرة القدم فيها كتير جداً فلازم تخش اللقاء اللي جايه انت عارف كويس أولي انت لسه ما حسمتش بطاقة التقاهل عملت نص شوت كويس أو نص مباراة كويس لكن الحسم والنهائي هيبقى فكار بإذن الله أنا معتقد تحفيز أكيد من كابتن محمود وقشات باللعيبة لكن أبرز الكوليس كتويا فانت كابت سايد أكيد مع الجهاز الفني بالكامل اللي حطنا في الأجوة وجمهور بيحب يسمع الكلام ده في المفهوم آداء عالي وروح عالية بشكل كويس تصميم عزيمة في نفس الوقت يعني التزام تكتيكي من اللي تقال له كل اللعيبة وكل الخطوط حتى الناس اللي بره كانت روحة موجودة وتفعولها موجود يعني لكن في النهاية برضو هي نص مباراة المباراة ما خلصتش ككل وفرقة الولايات فرقة بالتأكيد محترمة وفرقة كويسة وأنا عندي ياقيد ما بغيروش يعني وقناعة ما بغيروش يعني المباراة بأحداثها عايزين مباراة العودة إن شاء الرحمن تكون أحداث هالهنا وتكون في صالح إن شاء الرحمن ونتعامل في نفتري في الكورة كورة مفهاش كده أبداً كورة مفهاش أن انت تفتري على حد يعني أو تفتري بشكل في المفهوم يعني على جمهير النادي الأهلي وعلى لعيبة النادي الأهلي وعلى جهاز النادي الأهلي يبعرف كويس جداً أن انت قدمت شوت كويس قدمت مباراة كويسة وكسبت 2-0 بره أرضك لكن مباراة العودة هتبقى أصعب كتير جداً من مباراة الزهاب الأداء الفردي مميز جداً وأداء الجماعي مميز جداً لكن تقلق واحد زل شناوي أفشغ عليه معلول كل اللعبة دي بشكل كبير المجموعة واحد ومفيش حاجة اسمها أساسي وحتياطي هي دي الروح اللي احنا عايزانها أكيدا كابت زي بتأكيد يعني أنت بترعب لعبة جماعية ومن نرعبش لعبة فردي يعني فخلينا ننتظر ونشوف الدنيا يميش أزاي نحضر كويس نفرح النهاردة لكن من بعد عودتنا نشرح من حد اللقاء العودة شكراً شكراً